أساسا فراد خالكان من أردنان متفكة راكا وديني زور طرف بشتولم قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشك باليقين فيما يتعلق بالحرب في شمال شرقي سوريا بإعلانه أن عملية نبع السلام ستنتهي بشكل تلقائي عندما يلقي من وصفهم بالإرهابيين أسلحتهم وينسحبون من المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في الشمال السوري تصريحات أردوغان سبقتها مجموعة من الاتصالات من بعض الدول مع أنقرة على رأسها الولايات المتحدة طالبتها بإيقاف عملية نبع السلام العسكرية وقد جوبهت بالرفض من قبل أنقرة كذلك سبقت تصريحات أردوغان مجموعة من العقوبات فرضتها واشنطن على عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك تلتها زيارة وفد أمريكي برئاسة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى أنقرة بهدف التباحث مع المسؤولين الأتراك لإيقاف عملية نبع السلام وهي زيارة لم تتكشف نتائجها النهائية بعد وتزامنا مع الرفض التركي لإيقاف عملية نبع السلام إلا على وفق الشروط التي حددها الرئيس أردوغان في تصريحاته الأخيرة ازداد المشهد في شمال شرقي سوريا تعقيدا وضبابية إذ نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن موسكو ستشجع النظام السوري والميليشيات الكردية على إبرام اتفاقات وتنفيذها في أعقاب العملية العسكرية كما ستدعم التعاون الأمنية بين القوات التركية وقوات النظام السوري على الحدود بينهما ومع فشل العقوبات والضغوط الدولية على أنقرة لوقف عملية نبع السلام العسكرية والتحركات الروسية الهادفة لفرض وقائع جديدة على الأرض بعد الانسحاب الأمريكي من المنطقة يمضي المشهد في الشمال السوري نحو مصير مجهول لا يمكن حتى اللحظة التكهن بنتائج أو حتى ملامح لها اشتركوا في القناة